شابطر اتنين الانترا مليكولر اتراكشن فورس قوة الجذب الداخلية بين الجزيئات والمحاضرة السابعة الفيز دايجرام مخطط الأطوار الفيز دايجرام يعني ايه هو رسم بياني هو دايجرام هو شكل بين درجة الحرارة والضغط determine the relationship between the different phases of the material هو بيحددلي العلاقة بين الفيزيس المختلفة الأطوار المختلفة للمادة الفيز دايجرام is divided into areas لما بنيجي نرسمه بنلاحظ ان فيه مناطق المناطق دي بتعبر عن الفيزيس في الحالة المفردة يعني منطقة خاصة بالسولد منطقة خاصة بالليكود منطقة خاصة بالجاز وبيبقى عندي lines الخطوط دي بتمثل حالات الاتزان بين الأطوار المختلفة خلينا ناخد مثال ومن الأمثلة المشهورة جدا الفيز دايجرام of voter مخطط الأطوار للماء زي ما اتفقنا هو مخطط بين الضغط وبين درجة الحرارة وزي ما انتوا شايفين أنا عندي هنا تلت مناطق رئيسية المنطقة دي بتاعة السولد بتاعة المادة الصلبة المنطقة دي بتاعة الليكود السائلة المنطقة دي بتاعة الجاز اللي هو الغاز أو بخار الماء كل خط من دول بيمثل حالة اتزان بين two phases الخط ده بيمثل حالة الاتزان بين الصلب والسائل الخط ده بيمثل حالة الاتزان بين الليكود والجاز والخط ده بيمثل حالة الاتزان بين السولد والجاز وعلى كل خط بنقدر نرسم التحويلات المباشرة من phase إلى التاني يعني من liquid إلى solid احنا بنعمل freezing طيب من solid إلى liquid بنعمل melting وهكذا معلومات مهمة جدا في phase diagram بنلاقي حاجة اسمها critical temperature and critical pressure critical temperature بتعرف على أنها is the highest temperature at which a substance can exist as a liquid هي درجة الحرارة العظمة أو العليا اللي بعدها المادة دي تقدر تتواجد في هيئة liquid طيب critical pressure the pressure that must be applied to cause condensation at critical temperature يعني هو الضغط اللي لازم نطبقه عشان نعمل عملية تكسيف at critical temperature في درجة الحرارة الحارجة آخر تعريف معانا التريبل point والتريبل بوينت دي بتمثل الcondition at which three different phases can co-exist يعني بتمثلي الكريتيكال التريبل بوينت بتمثل الظروف أو الشروط اللي عندها بيبقى عندي تلاتة phases اللي هم السولد والليكود والجاز بيتواجدوا هم التلاتة مع بعض الظروف اشتركوا في القناة تويق guesses